الأستاذ هشام العمري شقيق الأستاذ العمري فاروق نشر أن الحالة خطيرة جدا جدا ولكن الحمد لله ما زال على قيد الحياة مليون سلامة على الأستاذ العمري فاروق ربنا يا ربي يمدوا بالصحة ويرجعه لنا بألف سلامة لأنه بوصف شقيقه بعد تضارب حول أفاته شقيق العمري فاروق لمصراوي والله العظيم لسه عايش تضارب حول أفات خبر العمري فاروق وشقيقه وأخي لا يزال على قيد الحياة السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تضغطوا فيماكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس قال للمهندس خالد فاروق شقيق العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي في تصريحات لمصراوي إن شقيقه ما زال على قيد الحياة وأضاف لمصراوي منذ قليل عبر الهاتف والله العظيم لسه عايش لو حصل حاجة هنعلنها وكانت الساحة الرياضية شهدت خلال الساعات الماضية تضارب حول وفاة خبر العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق فبينما أعلنت مصادر الرياضية وإعلامية وفاته نفى شقيقه خالد العمري في تصريح خاص لمصراوي وعبر حسابه الرسم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاته تضارب حول خبر وفاة العمري فاروق وشقيقه أخي لا يزال على قيد الحياة تضاربت الأنباحة ووفاة العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي عقب تعرضه لأزمة صحية تعرض لها منذ عدة أسابيع بعد أن نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقربة من العمري فاروق خبر الوفاء التعزية فيما نفى شقيقه العمري فاروق خالد العمري الوفاء قائلا في تدوينه على فيسبوك أخي لا يزال على قيد الحياة العمري فاروق من مؤلد القاهرة يوم 8 نوفمبر عام 1970 وابلغ من العمر 54 عام ولديه ابنان إبراهيم ومريم وتعرض العمري فاروق للإغماء في السابع من نوفمبر الماضي وتم نقله لمستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله لأحد مستشفىات السادس من أكتوبر واستمر فيها حتى اليوم وعنى العمري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببي في غيبوبة على مدار شهرين واجرى خمسة ملايك جراحية في المخ بعد تضرب حول وفاته شقيق العمري فاروق للمصر اليوم والله العظيم لسه عايش قال المهندس خالد فاروق شقيق العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي في تصريحات لمصراوي أن شقيقه ما زال على قيد الحياة وأضاف لمصراوي منذ قليل عبر الهاتف والله العظيم لسه عايش لو حصل حاجة هنعلنها وكانت الساحة الرياضية شهدت خلال الساعات الماضية تضرب حول وفات خبر العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق فبينما أعلن مصار الرياضية وإعلامية وفاته نفى شقيقه خالد العمري في تصريح خاص لمصراوي وعبر حسابه الرسم على مواقع التواصل الاجتماعي في اسبوك وفاته تضرب حول خبر وفات العمري فاروق وشقيقه أخي لا يزال على قيد الحياة تضربت الأنباحة على وفاة العمري فاروق من إبرايس الناد الأهلي عقب تعرض لأزمة صحية تعرض لها منذ عدة أسابيع بعد أن نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقربة من العمري فاروق خبر الوفاء التعزية فيما نفى شخيخه العمري فاروق خالد العمري الوفاء قائلا في تدوينه على فيسبوك أخي لازال على قيد الحياة العمري فاروق من مواليد القاهرة يوم 8 نوفامبر عام 1970 وابلغ من العمر 54 عام ولديه ابنان إبراهيم ومريم وتعرض العمري فاروق للإغماء في السابع من نوفامبر الماضي وتم نقله لمستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله لأحد مستشفىات السادس من أكتوبر واستمر فيها حتى اليوم وعنى العمري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببي في غيبوبة على مدار شهرين واجرى خمس أملائك جراحية في المخ بعد تدارب حول أوفاته شخيخ العمري فاروق للمصر اليوم والله العظيم لسه عايش قال المهندس خالد فاروق شخيخ العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي في تصريحات لمصراوي إن شقيقه ما زال على قيد الحياة وأضاف لمصراوي منذ قليل عبر الهاتف والله العظيم لسه عايش لو حصل حاجة هنعلمها وكانت الساحة الرياضية شهدت خلال الساعات الماضية تدارب حول وفاة خبر العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي وزير الرياضة الأسبق فبينما أعلنت مصادر رياضية وإعلامية وفاته نفى شقيقه خالد العمري في تصريح خاص لمصراوي وعبر حسابه الرسم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاته تدارب حول خبر وفاة العمري فاروق وشقيقه أخي لا يزال على قيد الحياة تداربت الأنباحة على وفاة العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي عقب تعرضه لأزمة صحية تعرض له منذ عدة أسابيع بعد أن نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقربة من العمري فاروق خبر الوفاء التعزية فيما نفى شقيقه العمري فاروق خالد العمري الوفاء قائلا في تدوينه على فيسبوك أخي لا يزال على قيد الحياة العمري فاروق من مؤلد القاهرة يوم 8 نوفمبر عام 1970 وابلغ من العمر 54 عام ولديه ابنان إبراهيم ومريم وتعرض العمري فاروق للإغماق في السابع من نوفمبر الماضي وتم نقله لمستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله لأحد مستشفىات السادس من أكتوبر واستمر فيها حتى اليوم وعن العمري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببي في غيبوبة على مدار شهرين واجرى خمسة ملايات جرحية في المخ بعد تدرب حول وفاته شقيق العمري فاروق للمصر اليوم والله العظيم لسه عايش قال المهندس خالد فاروق شقيق العمري فاروقنا يبرئيس النادي الأهلي في تصريحات لمصراوي إن شقيقه ما زال على قيد الحياة وأضاف لمصراوي منذ قليل عبر الهاتف والله العظيم لسه عايش لو حصل حاجة هنعلنها وكانت الساحة الرياضية شهدت خلال الساعات الماضية تدرب حول وفات خبر العمري فاروقنا إبرايس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق فبينما أعلن في مصادر الرياضية وإعلامية وفاته نفى شقيقه خالد العمري في تصريح خاص لمصراوي وعبر حسابه الرسم على مواقع التواصل الاجتماعي في اسبق وفاته تدرب حول خبر وفات العمري فاروق وشقيقه أخي لا يزال على قيد الحياة تدربت الأنباح حول وفات العمري فاروقنا إبرايس النادي الأهلي عقب تعرضه لأزمة صحية تعرض لها منذ عدة أسابيع بعد أن نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقربة من العمري فاروق خبر الوفاء التعزية في منفى شقيقه العمري فاروق خالد العمري الوفاء قائلا في تدوينه على فيسبوك أخي لا يزال على قيد الحياة العمري فاروق من مؤلد القاهرة يوم 8 نوفمبر عام 1970 وابلغ من العمر 54 عام ولديه ابنان إبراهيم ومريم وتعرض العمري فاروق للإغماء في السابع من نوفمبر الماضي وتمنقله لمستشفى المعلمين قبل أن يتم نقله لأحد مستشفىات السادس من أكتوبر واستمر فيها حتى اليوم وعنى العمري فاروق من نزيف في المخ دخل بسببي في غيبوبة على مدار شهرين واجرى خمسة ملايك جراحية في المخ بعد تدارب حول أوفاته شقيق العمري فاروق للمصر اليوم والله العظيم لسه عايش قال للمهندس خالد فاروق شقيق العمري فاروق نايد رئيس الناد الأهلي في تصرحات لمصراوي إن شقيقه مزال على قيد الحياة وأضاف لمصراوي منذ قليل عبر الهاتف والله العظيم لسه عايش لو حصل حاجة هنعلنها وكانت الساحة الرياضية شهدت خلال الساعات الماضية تدارب حول وفاة خبر العمري فاروق نايد رئيس الناد الأهلي ووزير الرياضة الأسبق فبينما أعلن المصار الرياضية وإعلامية وفاته نفى شقيقه خالد العمري في تصرح خاص لمصراوي وعبر حسابه الرسم على مواقع التواصل الاجتماعي في يسبق وفاته تدارب حول خبر وفاة العمري فاروق وشقيقه أخي لازال على قيد الحياة تداربت الأنباحة ووفاة العمري فاروق نايد رئيس الناد الأهلي عقب تعرضه لأزمة صحية تعرض له منذ عدة أسابيع بعد أن نشرت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مقربة من العمري فاروق خبر الوفاء التعزية فيما نفى شقيقه العمري فاروق خالد العمري الوفاء قائلا في تدوينه على فيسبوك أخي لازال على قيد الحياة العمري فاروق من مواليد القاهرة يوم 8 نوفمبر عام 1970 وابلغ من العمر 54 عام ولديه ابنان إبراهيم ومريم وتعرض العمري فاروق للإغماء في السابع من نوفمبر الماضي والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أن نوصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن هنا حديث سأطر عليكم سؤال اعتمنا منكم المشاركة باراكم في التعليقات ما هو سبب انتشار شيئات وفاة العمري فاروق لا تنسوا أن تشاركوا باراكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل تعملنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس لكي أصلكم كل جديد بنقدمه أول بأول وقبل ما ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي